علماء الشيعة كان لهم مواقف رائعة جداً وبصمة واضحة من هذه القضية قبل نشأة الكيان الصهيوني حتى قبل نشأة الكيان الصهيوني صار في وعد بلفور سنة 1917 وسقطت الخلاف العثماني سنة 1923 إلى 1948 نشأة الكيان الصهيوني قبل 1948 علماء لهم موقف شوف على سبيل المثال سيد محسن الأمين مع قيام ثورة عز الدين القسام سنة 1936 أصدر بيان شدي بالحرف الواحد أيها العرب أيها المسلمون إن إخوانكم في فلسطين قد أقض على فكرة الحين أقرأك عبارات تخشعر لها الأبدان لأنك كأنك قاعد تقرأ إشياء الآن قاعد تحدث أيها العرب أيها المسلمون إن إخوانكم في فلسطين قد أقض مضاجعهم ما هو فيه من محنة وبلاء وأسهر عيونهم وبرح إجسامهم ما يلاقونه من كيد الخصوم ففي كل ناحية دم وقتل وهدم وتدمير وخوف وذعر وفي كل مكان جرحى وقتلى وثكالى ومفجوعون وإن بني أبيكم لا يقدمون إقدام الأبي ويدافعون دفاع المستميت عن الفلسطينيين وقد وقفوا على برزخ بين الجلاء والفناء إما أن يهجرونهم أو يقتلونهم كأنك قاعد يتكلم عن الآن شيخنا عمر البيان قرن هذا إيه تصور 1936 وقد وقفوا الفلسطينيون على برزخ بين الجلاء والفناء إما يهجرون أو يقتلون والحياة والبقاء يتطلعون إليكم تطلع الغريق في لجج التيار كأنك قاعد يتكلم عن الآن ترى فلا تظلوا عليهم ببذل تافه الحقير وقد بذلوا الجليل العظيم ولا تبخلوا عليهم بالقليل وقد بذلوا الكثير من المال والأرواح والبنين فوالله لا يستسيغ الغمضة من بات وأخوه مفترش القتاد القتاد هذا سيد محسن الأمين بعد المرجع الكبير الشيخ محمد الحسين آل كاش في الغطاء رضوان الله عليه هذا بعد بسنتين سنة 1938 أصدر فتواه الشهيرة بالجهاد في فلسطين فتواه جهادية جهاد يقول كالتالي يقول يا أيها العرب ويا أيها المسلمون بل يا أيها البشر ويا أيها الناس لقد أصبح الجهاد في فلسطين واجبا على كل إنسان والخطة العملية في ذلك هي أن من يستطيع اللحاق بمجاهدي فلسطين بنفسه فليلتعق بهم وإني ضامن أنه كالمجاهد مع النبي صلى الله عليه وآله في معركة بدر ومن لم يستطع اللحاق بنفسه فليمددهم بماله أو بتجهيز من لا مال له ليلحق بهم أو بإرسال المال إلى المجاهدين وعيالهم ومن عجز عن كل ذلك فعليه أن يجاهد ويساعد بلسانه وقلمه ومساعيه جهد إمكان وهذه أدنى المراتب بعد شوف يقول هذه دعوتي ونداء العام أبثه إلى عموم العرب والمسلمين ويشهد الله لو لا أني تجاوزت العقد السادس من العمر أني الآن أنا دخلت في السبعينات مع تزاحم أنواع العلل والأسقام على هذه العظام النخرة لكنت أول من يلبي هذه الدعوة ولا شخصت اليوم إلى تلك البلاد المقدسة كما شخصت إليها بالأمس هذا قام الكيان أرسل رساسة إلى أبن الحسين شرف الدين أرسل رساسة إلى أبن الحسين عندنا عقاد مؤتمر عمان تحت شعار إنقاذ فلسطين شون يقول يقول كرامة العرب الجريحة تنظر إلى مؤتمركم من مأساة لا موضع فيها للصبر إن تنمر الصهاين يتحدى رسالة القرآن ولما وقع الاعتداء الثلاثي على مصر اعتداء إسرائيلي فرنسي إنجليزي سنة ستة وخمسين أصدر سيد عبد الحسين شرف الدين نداء إلى علماء الدين في العالم شون يقول فيه أناشد إخواني في الله علماء الدين في كل مكان أن يقولوا كلمتهم فتدوي صارخة توقظ النائمين وتدفع الواقفين إلى الدفاع عن معقل هو أعز معاقلنا تحت راية الحق وأهيب بجميع أبنائنا في الله في المشرق والمغرب إلى الاشتراك في معركة المصير ألا وإن الاستعمار الغربي يغزون في عقر دارنا معتديا غاشما ألا ومتدون حفنة من تراب تراب وطنه ما تشهدا والكلام اللي قبلها مرجع يقول كمن مع رسول شيخنا ترى كلام غريب اللي قاعد يقوله ترى مطبيعي شيخنا وغيره وغيره يعني من علماء مثل سيد أول قاسم الكاشاني السيخ عبد الكريم الزنجاني أعطيك بس سيد محسن الحكيم باعتبار أنه زعيم الطائفة كان في نرجع الأعلى في سنة النكسة سنة 1967 لمصارت النكسة وعقد رؤساء الدول مؤتمر وكذا شو أرسل لهم يقولهم إن حكام المسلمين جميعا مدعوون بصورة خاصة إلى مواجهة مسؤولياتهم أمام الله والتاريخ والأمة الإسلامية بروح مخلصة وإيمان صامد وحجد كل قواهم وإمكانياتهم لإعادة الأراضي السليبة إلى دار الإسلام والعمل بكل ما يملكون من حول في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى الذي أسرى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله من المسجد الحرام واستنقاذ أولى القبلتين لأن مسجد الأقصى مقدس من نسبة إلينا هو أولى القبلتين كان قبلة النبي صلى الله عليه وآله صلى باتجاه بيت المقدس طوال المرحلة المكية 13 سنة كان قبلته بيت المقدس في المرحلة المدنية 17 شهر سنة ونصف باتجاه بيت المقدس بعدين أمر الله أن يغير قبله بالضبط بالضبط وثالث الحرامين الشريفين وهو أصن سبحان الذي أسرى بعده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي يبارك ما حوله من أيدي يهود المجرمين الذين أباحوا تلك البقعة الطاهرة وداسوا بأقدامهم أرضها التي باركها النبي صلى الله عليه وآله في مسراه العظيم إلى أن يقول ولا بد لنا أن نؤكد هنا كما أكدنا في مجالات سابقة إن قضية فلسطين عموما والقدس خصوصا هي قضية الإسلام كلام سيد محسن الأمين حكيم محسن الحكيم مهما حاول البعض أن يضعها في إطار ضيق أو يفسرها على أساس آخر شون يعني يضعها في إطار ضيق هذه قضية فلسطينيين إحنا ليس علاقتنا أو هي قضية سنة إحنا ليس علاقتنا هذا إطار ضيق أو يفسرها على أساس آخر يعني والله هي قضية قومية عربية لا هي مو قضية قومية عربية ولا قضية مذهبية ولا قضية وطنية هي قضية الإسلام هذه رأيي سيد محسن الحكيم وأصدر فتوى بأن يصرف من مصارف الزكاة في قضية فلسطين